طيب مسألة انه في حاجات وخرافات دلوقتي عرفنا انها خرافات كنا زمان نخيف من القطة السودة رقم 13 رقم نحس بعض الخرافات والعيون الزرق او الكلام ده الناس لسه بتعتقد فيها هل ده ليه علاقة بحاجة نفسية ما عند الشخصيات دي؟ اه خلينا نتفق انه الاشخاص دول مشهور قوي انه الشخصية بتاعتهم اسمها سكيزو طايبال بيرسوناليتي اللي هي الشخصية فصامية النوع شخصية فصامية النوع دي اشخاص بيقمنوا بالسحر وبيقمنوا بتأثير القطة السودة وتأثير الاشخاص على الاخرين وتأثير الجن والعفاريت في حياتنا ودايما بيقمنوا انه كل حاجة متعلقة بقوة عظمة وهما ملهمش دخل في اي حاجة بتحصل في حياتهم يعني في قوة اخرى بتتحكم قوة سحر قوة خير قوة شر المهم انه مش انا اللي متحكم في حياتي فانت لو بسطيلي وسقط يبقى السبب سقوتي هو بسطك لي مش ان انا ما ذاكرتش فدول نوعية من الناس مشهورة قوي وده اضطراب في الشخصية وهم دول اللي بيصدقوا بالطريقة دي وخدي بالك انه اللوعي الجمعي بتاع البشر دايما بيحاول يرجع اي حاجة تحصل لقوة عظمة اخرى يعني مثلا زي ما بيقولوا كده طول الوقت انه المرض النفسي ده مس او سحر او حسد هما بيقولوا كده عشان دايما عايزين ما يبقاش المشكلة فيهم هما مش هما اللي مرضى ولكن ده غصب عني ده فيه قوة اخرى هي اللي بتتحكم فيها وهي اللي عملت فيها كده لان لو انا مريض يبقى انا مش هتجوز يبقى انا موصوم بالمرض يبقى انا محدش هيشغلني وهكذا طيب متابعة الابراج ممكن يتحول لادمان بالنسبة لشخصياتنا يعني ممكن حد الموضوع ده يسيطر على حياته بشكل كبير طبعا اي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب للضد زي ما بنقول فممكن اي عادة شخص بيعملها يوميا تتحول بعد شوية لادمان خصوصا انه بيكتشف انه ده في مرة جات معايا فعلا فيبقى تاني يوم عايز يتأكد هو الموضوع بجد ولا لا ويفضل بيجري وراء الصراب ده يعني ناس كتيرة بتنخدع وبتجري وراء صراب في حياتها بشكل عام فبنفس الطريقة هو بيجري وراء صراب لانه هو ادمن الفكرة الفكرة نفسها دخلت في دماغه وهو غالبا هيكون شخصية زي ما بنقول اسكيزو طيبل اللي هي فصامية النوع اللي هي بتصدق قوي في الحكاية دي ولا شخصية الوأة مثلا زيادة عن اللزوم فدائما طول الوقت خايف عايز يعرف اللغة على فكرة الشخصيات الوأة هتشتغل اكتر ما هتعد تقلق من المستقبل ألقنا من المستقبل ما بيغيرش المستقبل ولكن الناس اللي بيحضوا دوروا على المستقبل ويفكروا فيه دول اسكيزو طيبل دول ما بيحققوش أي إنجاز فعلي لكن الناس الألوأة الأبسسيف بيشتغلوا آه في قلق ولكن قلق بيخليهم يشتغلوا